شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والله سبحانه وتعالى والعنة الله على أعدائهم أجمعنا إلى يوم الدين تحدثنا فيما مضى حول خاتم الأنبياء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تحت عنوان نبي الرحمة وفي هذه الليلة نتحدث بإذن الله تعالى حول خاتم الأوصياء المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجح بعنوان إمام الرحمة النبي صلى الله عليه وآله نبي الرحمة والإمام المنتظر إمام الرحمة نتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع في مقامين المقام الأول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجح مظهر من مظاهر من مظاهر النقطة الأولى النقطة الأولى لله تعالى رحمة يقال لها الرحمة الرحمة العامة هذه الرحمة العامة يشير إليها القرآن الكريم بقوله ورحمتي وسعت كل شيء كما يقول العلماء هناك مساوقة بين الشيئية وبين الوجود وتتفرع على ذلك قواعد أربع القاعدة الأولى كل موجود فهو شيء القاعدة الثانية كل شيء فهو موجود القاعدة الثالثة كل ما ليس بموجود فليس بشيء القاعدة الرابعة كل ما ليس بشيء فليس بموجود أنتو إذا وضعتم إصبعكم على أي موجود من موجودات عالم الإمكان سواء كان هذا الموجود ذهنيا أو خارجيا سواء كان جوهرا أم عرضا سواء كان موجودا حقيقيا أو موجودا انتزاعيا كل موجود في هذا العالم في أي نشأة من نشآته إذا وضعتم يدكم عليه فهو شيء إحنا ما عدنا الشيء أوسع مفهوما من مفهوم الشيء ما عدنا هالشكل مفهوم الله تعالى في هذه الآية الكريمة يقول ورحمتي وسعت كل شيء فهذه الرحمة الإلهية العامة لا يشذ منها أي موجود من الموجودات وكل موجود من الموجودات مشمول لهذه الرحمة الإلهية العامة بلا استثناء هذه النقطة الأولى في المقام الأول النقطة الثانية رغم أن الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء ولكن جرت عادة الله سبحانه وتعالى أن يجري الأشياء بأسبابها بأسبابها للدفع في هذا العالم وهذا المنبع هو الشمس مثلا إذا تريد أن تتدفع فاذهب تحت نور الشمس إذا أردتم الارتواء الله سبحانه وتعالى عادة لم تجري عادته على أن يروي الإنسان مباشرة إذا أردتم الارتواء يجب عليكم أن تلجأوا إلى الماء إذن هذه الرحمة العامة الله سبحانه وتعالى جعل لها روافد هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة إن جميع هذه الروافد روافد الرحمة الإلهية العامة تنتهي إلى منبع واحد كل هذه الروافد تتفرع من ذلك المنبع وذلك الرافد هو هو وجود خاتم الأوصياء المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرج وهذه القضية ذكرت في الروايات يعني عندنا في نظام الطبيعة مروية 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 في بحار الأنوار للعلامة المجلسي رحمة الله عليه في الجزء الثالث والخمسين صفحة أهدعش بتمام أبعاد الجلد الأول صفحة خمسمية وثمانية وعشرين وأكمل أو أكمل ذلك بابنه ثم يذكر الاسم الخاص للإمام المهدي صلوات الله عليه رحمة للعالمين كلمة العالمين تشمل العالم يعني مجال يحتوي صنف من المخلوقات يعني عالم الملائكة عالم البشر عالم الأجنة عالم النبات كل واحد منها يمثل عالما فالعالمين يعني جميع هذه العوالم بناء على ذلك الذي يمثل الرحمة الشاملة وفي بعض الروايات المعتبرة الذي يمثل المنبع الذي يمد جميع هذه الروافد الخاصة للرحمة الإلهية هو الإمام صلوات الله عليه ولذلك لا يوجد موجود في هذا العالم إنسانا كان أو نباتا أو جمادا أو ملكا إلا وهو مشمول لهذه الرحمة المؤمن المؤمن والكافر والمنافق وجميع الكائنات إنما تجلس على سفرة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هذا هو المقام الأول من البحث الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه مظهر الرحمة الإلهية العام المقام الثاني الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه مظهر الرحمة الإلهية الخاصة في هذا المقام كالمقام الأول توجد أيضا ثلاث نقاط النقطة الأولى أن القرآن الكريم يثبت أن وراء الرحمة الإلهية العامة رحمة إلهية خاصة إذا الرحمة الإلهية العامة ما بيها قيد ما بيها شرط الرحمة الإلهية الخاصة فيها قيد وشارط الله سبحانه وتعالى يقول في آية في سورة الأعراف فسأكتبها يعني الرحمة للذين يتقون هذه ليست الرحمة العامة التي وسعت كل شيء هذا نمط آخر من الرحمة فسأكتبها للذين يتقون إلى آخر الآية الكريمة في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى هذه زيادة الهدى مشروطة بشرط وهذا الشرط هو شرط الهداية هذه النقطة الأولى النقطة الثانية الرحمة الإلهية الخاصة لها روافد كبعا للقانون العام الله تعالى أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها روافد الرحمة الإلهية الخاصة ما هي المتقون الأخيار رافد من روافد الرحمة الإلهية الخاصة العلماء الأبرار رافد من روافد الرحمة الإلهية الخاصة الملائكة الملائكة شنو دورهم في هذا الكون إحدى أدوار الملائكة في هذا الكون وهذا الدور يحل مشكلة ومعضلة فكرية لم يستطع الإنسان أن يحلها فاقد الشيء لا يعطيه من الذي يلقي في قلبكم التصورات الطيبة والخيرة أنت كنتوا فاقدين لهذا التصور من الذي ألقاه في قلبكم هذا السؤال ما إلى جواب في رواياتنا أن الملائكة هي التي تلقي التصورات الخيرة في قلوبنا أنتوا قاعدين مرة تفكرون أن تقوم وتصل ركعتين من الذي ألقى هذا الخاطر في قلبكم الملائكة أنتوا قاعدين مرة تفكرون أن تقوم وتقرأوا القرآن من الذي ألقى هذا الخاطر في قلبكم الملائكة تقذف التصورات الطيبة والخيرة في قلوب المؤمنين إذن الرحمة الإلهية الخاصة لها روافد النقطة الثالثة والأخيرة أن المنبع الذي تنتهي إليه جميع هذه الروافد هو وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه هذا هو المنبع الذي تستمد منه جميع هذه الروافد إذن في الواقع المنبع الذي تنتهي إليه الروافد الرحمة الإلهية العام والذي تنتهي إليه روافد الرحمة الإلهية الخاصة هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه فكل ما عندنا من رحمة خاصة ورحمة عامة إنما هو ببركة وجوده الشريف ننتقل إلى الفاصل الثاني في هذا الفاصل الثاني نتناول بعض مظاهر الرحمة الإلهية الخاصة التي تجري على يد الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه المظهر الأول حل المعضلات العلمية نحن إذا كنا في عهد الحضور وواجهتنا معضلة علمية وما أكثر ما تواجه الإنسان معضلات علمية في حياته معضلات فكرية لا يعلم ماذا يفعل في مشكلة خاصة لا يعلم ماذا يفعل في مشكلة عامة انتو غدا بإذن الله تعالى بيدكم الأمور رجال الدين بيدهم أمور الأم كثيرا ما يتحير الإنسان ماذا يعمل هذه تشكله معضلة فكرية عامة إحنا إذا كنا في عهد الحضور ماذا كنا نعم الذين كانوا في عهد الحضور ماذا كانوا يعمل الإمام كان موجود كانوا يلجأون إلى الإمام حشام ابن الحكم عندما كان يعاني معضلة فكرية إلى منه كان يلجأ كان يلجأ إلى الإمام الحي الحاضر الإمام الصادق صلوات الله عليه زرارة عندما كان يبتلى بمشكلة علمية إلى من كان يلجأ إلى الإمام الباقر صلوات الله عليه هل هناك فرق واقعا بين عهد الحضور وعهد الغيبة إحنا ما عدنا عهد الغيبة كل العهود هي عهد الحضور الإمام لم يغب نحن غبنا عن الإمام وإلا الإمام موجود الإمام يحضر عندما الإمام يظهر كثير من الأفراد يقولون إننا رأينا الإمام عرفوه بشخصه ولكن لم يعرفوه بشخصيته الإمام معروف الشخص مجهول الشخصية لدى الكثيرين فإذا هذا العهد أيضا عهد الحب لماذا لا نفكر في أن نلجأ في معضلاتنا الفكرية إلى الإمام فكرنا في ذلك عندما نقف على مفترق الطرق لماذا لا نفكر أن نلجأ السيد الفشاركي رحمة الله عليه وهو أحد العلماء المدققين والمحققين يدخل على أستاذه يقول أنا أريد منك موعدا لوحدي لا يكون أي واحد الأستاذ يقول تفضل يقول السيد الفشاركي أنا تلميذ لك وأنت أستاذ أنا أريد تسمح لي خلال دقائق علاقة الأستاذ والتلميذ لا ألحظها بعيدا عن هذه العلاقة لا أتكلم معك المجدد الكبير يقول تفضل بعيدا عن روابط الأستاذ والتلميذ يقول له أيها السيد لماذا أنت تتفرج هؤلاء الكفار دخلوا إيران وأنت ساكت تنظر هل تخاف على نفسك دمك يعني أغلى من دم الإمام الحسين صلوات الله عليه تخاف على حياتك ليش ما تفتي فيقول المجدد الكبير رحمة الله عليه المسألة مو مسألة خوف على الحياة ولكنني كنت متحيرا ماذا أفعل ما هي وظيفتي وفي هذا اليوم ذهبت إلى سرداب الغيبة واستمددت من ولي الأمر عجل الله تعالى فرجح فأذن لي وهذه هي الفتوى ترجمة الفتوى استعمال التبغ في هذا اليوم في حكم محاربة الإمام المنتظى بهذه القاطعية وبهذه القوة هناك طالب في النجف الأشرف تتجاذبه التيارات الفكرية ويظل في حير ماذا يفعل مد يظل قلقا متحيرا وبالنتيجة يلجأ إلى الملاذ الأخير في الواقع هذا هو الملاذ الأول مو الملاذ الأخير والد الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه خاطب الله تعالى قال يا الله أنا من اليوم الأول اشتبهت حيث طرقت باب هذا وذا كان من اليوم الأول يجب أن أطرق بابك في قضية الملاذ الأخير هو الإمام المهدي يذهب إلى وادي السلام يتوسع يبكي وإذا بنور وجمال ولي الله الأعظم يشرق عليه ويرى جملة بنور أخضر هذه الجملة تنقذه من هذا الضياع الفكري يجد هذه الجملة الجملة تقول طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وأنا الحجة بن الحسن صلوات الله على انتهت القضية المشكلة الفكرية حل هذا هو الطريق مو تلك هي الطرق لا ما يقوله فلان وفلان هو هذا الطالب عاد إلى مشهد من النجف الأشرف وفتح خطا في إيران بل في العالم هذا الخط الآن الذي تجدوه في إيران تجدونه في إيران بل في نقاط مختلفة من العالم كثير منه يعود إلى هذا الطالب الذي أنقذه الإمام المهدي من الضياع الفكري وهو المرزى مهدي الإصفهان رحمة الله على هؤلاء الذين الآن يرفعون راية المهدوية في إيران بل راية المهدوية في العالم كثير منهم من تلاميذه أو من تلاميذ تلاميذه ولو ولو لم يكن هذا الالتجاع لم يكن هذا التوسّل ربما بقي على ضياعه إلى نهاية عمره وكان عالما من العلماء المغمورين في النجف الأشرى أو في مشهة إذن المظهر الأول من مظاهر الرحمة الخاصة الجارية على يد الإمام المهدي صلوات الله عليه حل المعضلات الفكرية والشواهد في هذا الميدان كثيرة نتركها لمجال آخر المعضل الفكرية لبحر العلوم في طريقه إلى النجف إلى سامراء وهو يمشي وحده كانت هناك شبه في ذهنه وإذا بالطريق يأتي الإمام صلوات الله عليه ويحل له هذه المشكلة الفكرية العلامة الحل في طريقه إلى كربلاء في ليلة الجمعة يأتي الإمام الحج صلوات الله عليه ويحل له تلك المشكلة الفكرية التي كان يعاني منها هذا هو المظهر الأول المظهر الثاني حل المشكلات العملي شاب في عهد النبي صلى الله عليه وآله في إحدى المعارك معروفة هذه القضية عينه سالت على خده وكان جديد عهد بالزواج اجأ إلى النبي صلى الله عليه وآله وقال يا نبي الله أنا جديد عهد بالزواج أذهب إلى زوجتي بهذا الوضع هذا مو مناسب فأخذ النبي صلى الله عليه وآله عينه التي سالت على خده وأعادها إلى مكانه وعادك ما كان وربما أفضل مما كان مذكورة في التاريخ ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقرأ له الأشعار المعروفة أتيتك والعذراء تبكي برنة إلى آخر أبياته ومن جملة أبياته وقد كدت من فقري أخالط في عقلي مشكلة الفقر التي كادت توصله إلى الجنون وقد كدت من فقري أخالط في عقلي النبي صلى الله عليه وآله حل له مشكلته تلك المرأة التي كان ولدها على وشك الوفاة جاءت إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه أو بعثت شخصا إلى الإمام الصادق فعلمها الإمام صلوات الله عليه أن تذهب فوق السطح أو في مكان مرتفع وتصلي ركعتين وتقرأ دعاء معينا اللهم إنك وهبتنيه إلى آخره وعاد الولد إلى الحياة إلى إلا إما صلوات الله عليه عندما كانوا كانوا الملجأ في حل المشكلات العملية إذا النبي صلى الله عليه وآله الآن موجود الإمام المهدي موجود لماذا لا نفكر أول ما نفكر في مشكلاتنا في اللجوء إلى الإمام المهدي صلوات الله عليه الإمام المهدي في قضية صلوات الله عليه جدا هذه العبارة مؤثرة قال لذلك الرجل كما في الرواية التاريخية لو بحثتم عني كما كنتم تبحثون عن ظالتكم لوجدتم حقيقة نحن نبحث عن الإمام كما نبحث عن ظالة لنا ما أعلم في يوم الأيام في لحظات من عمركم كنت وجها لوجه مع الموت لو ما كنت يعني في البحر والسفينة تكاد أن تغرق كنتم أو ما كنتم عدو دا يرطاردكم ويريد يقتلكم وما لكم منجة ومفار كنتم أو ما كنتم زلازل تحدث والآن يكاد السقف يسقط الإنسان في تلك الحالات شنو شعور يدرك ولا يصعف ما يمكن وصفه حالة ثانية حالة الإنقطاع إلى الله حالة التضرع إلى الله حالة التوبة حالة التوسع حقيقة ندعو للإمام كما ندعو لحاجة من حاجاتنا نفكر في الإمام كما نفكر في قضية من قضايانا لو كنتم تبحثون عني كما تبحثون عن ضالتكم لوجدتم المشكلات العملي المشكلات الخارجي الإمام صلوات الله عليه هو الملج وهو الملاء والقضايا في هذا الميدان كثيرة وكثيرة لا مجال لذكرها ومن جملة القضايا القضية العجيبة التي نقلها المدرس الأفغاني رحمة الله عليه أو لذلك الشاب الذي أضاع الطريق في طريقه إلى مك وكيف أنقذه الإمام حل المشكلات العلمية والنظرية والفكرية أولا حل المشكلات العملية ثانية ونختم بهذا الثالث على نحو الإختصار وهو التوجيه والعناية هذه قضية مهمة جدا الإنسان يحتاج إلى التوجيه لعله مرة ذكرت لكم إذا واحد في ميدان الفقه ما إلى موجه يعتمد على المطالع فقهه يكون فجا إذا واحد في علم الأصول ما إلى موجه يريد أن يعتمد على طاقاته الذاتية أصوله تكون فجة الموجه جدا مهد فإذا كان الموجه هو الإمام المهدي صلوات الله عليه ماذا نعمل ما هو الطريق إذا الإمام صلوات الله عليه هو الذي يوجهنا إلى الطريق ويرعانا رعاية هذه قضية مهمة جدا ولكن يحتاج إلى مقدمات يحتاج إلى مقومات أحد الأفراد الذين نالوا هذا التوفيق الشيخ الصدوق رحمة الله الشيخ الصدوق ولد كما في الكتب الرجالية بدعاء ولي الأمر والده هذا الذي متفون هنا يمسجد الإمام زين العابدين صلوات الله عليه هذا والد الشيخ الصدوق وكان عالما جليلا أولاد ما كان عنده أولاد ما عنده اجتمع مع الحسين بن روح رضوان الله عليه ثم كاتبه وطلب الولد من الإمام الإمام صلوات الله عليه كتب إليه قد دعونا لك وسترزق ولدين ذكرين خيرين ولد الشيخ الصدوق بعد سمنمائة عام تقريبا حدث انشقاق في قبره في الري فوجد بدنه طري بدن الطري أظن أنه في الكتب الرجالية أظن أنه حتى لون أظافره لم يتغير لأن كان ملون أظافر بعد حوالي ثمانمائة عام في عالم الرؤية يرى الإمام المهدي صلوات الله عند باب الكعبة الإمام يقول له لم لا تؤلف كتابا في الغيبة توجيه يقول مولاي إنني ألفت كتابا في الغيبة يقول الله لا على ذلك النهج وإنما صنف كتابا أذكر فيه غيبات الأنبياء حقيقة شلون الفات الدقيق يقولون الإمام المهدي غاب ما فائدة الإمام في غيبته موسى أيضا غاب أربعين يوم عن قومه ما فائدته في غيبته الخضر أيضا غائب المسيح أيضا غائب فصنف الشيخ الصدوق يقول فاستيقظت من المنام وأخذت أبكي وأتهجد إلى الصبح وفي الصباح بدأت بكتابة هذا الكتاب كتابه الآن موجود كمال الدين وتمام النعم ألف كتاب ألف عام هذا الكتاب باقي كمال الدين وتمام النعم توجيح السيد محمد تقي الإصفهاني يرى في عالم الرؤية الإمام المهدي صلوات الله عليه ويقول له أكتب كتابا حولي واكتبه باللغة العربية وسم هذا الكتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للإمام باللفظ الخاص الذي يقام لأجله وأنا أوصي الإخوة وأوصي نفسي بمطالعة هذا الكتاب من أوله إلى آخره مشعون بالمعرفة كتاب في مجلدين لعله في 1500 صفحة توجيح التوجيح والرعاية نقل لأحد الثقات أنه كان هناك عالم نختم بهذه القضية عالم من العلماء كان مجهول بالبحث والتدريس وكان ركناً من أركان الحوزة العلمية التي كان فيها كان ركناً من أركان الحوزة العلمية التي كان فيها إلى سرداب إلى سرداب الغيبة وإذا به يرى الإمام المهدي صلوات الله عليه طبعاً هذه الأشياء تحتاج إلى مقدمات لا تأتي اعتباطاً الشيخ الصدوق لا يكون الشيخ الصدوق اعتباطاً نحن الآن في قهنة معتمد على المحمدين الثلاثة أصحاب الكتب الأربع واحد منهم الشيخ الصدوق صاحب الوسائل بدعاء ولي الأمر صلوات الله عليه في عالم الرؤية شوفي وكتب كتاب الوسائل فيما بعد هذه التوفيقات مو اعتباطية وإذا به في سرداب الغيبة يرى الإمام صلوات الله عليه هذا المقطع فقط نقل لنا الإمام يقول له اكتب هذا أمر تشريعي أو تكويني أو كلاهما معا فقط أمر تشريعي أو إعطاء القدرة كما في قضية السيد عبد الله الشبار حينما أعطاه الإمام القلمة في المنا أكتب عاد هذا العالم إلى حوزته العلمية وترك دروسه بالمر كل البحوث اللي كانت عنده يعني التي كان يلقيها عطلها فجأة وكلما ضغط عليه تلاميذه ما كان يقول شيء ما كان ينقل هذه القضية كأن الإمام يقول له هذا هو الطريق الأفضل كانوا يضغطون عليه بعض هددوا أننا نهاجر إلى بلد آخر كان يقول الأمر متروك لكم وما كان يبين واقع السر في هذا القرار المفاجئ هذه القضية نقلها لأحد الثقات عن المرحوم الوالد رحمة الله تعالى عليه هذا هو التوجيح والعناية والرعاية العناية بالشيخ الصدوق العناية بالحر العامل العناية بصاحب مكيال المكار العناية بآخر نحن ينبغي علينا الرحمة العامة هذه شاملة للجميع ولكن هذه الرحمة الخاصة بمظاهرها السلاثة المظهر الأول حل المشكلات الفكرية المظهر الثاني حل المشكلات العملية المظهر الثالث التوجيح والرعاية هذه تحتاج إلى توفير مقدمات نحن ينبغي علينا أن نحاول أن نوفر هذه المقدمات نحن نقرأ في الدعاء وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من ذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَعَّت شُمُوسُ الْهَدِّي بِالْكَلِمَاتِ فَأَنَارَتِ الْأَفْهَامَ بِالْآيَاتِ أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قناة ترجمة نانسي قن